قبل ان نبدأ بالشرح نريد نعرف فهرس مختصر لهذا الكتاب. لو اردنا ان نفهرس او نختصر هذا الكتاب نختصر ونقسم هذا الكتاب الى عشرة اقسار. كم قسم? عشرة. سهلة جدا باذن الله تعالى. القسم الاول مقدم والمقدمة تحتوي على خمسة اضوار. هذا قسم الاول. الثاني تفسير التوحيد. وفسر التوحيد المؤلف وبضدها تتبين الاشياء. ثم الادلة والبراهين على فضلان عبادة ما سوى الله. وسبب كبر بني ادم ودخف حجة من يقول ان الشيك لاقع في الامة او في الجزيرة العربية. الاعمال الشيطانية. اعمال الكلوم. الاسماء والصفات. اطول قسم بالكتاب هو القسم التاسع المناهي النظرية والانفاذ الشيطية وبعد الشيطيات. ثم خادمة الكتاب. مساء الله يختم لي ولكم بالتوحيد. كم قسم? عشرة. من يعيد الاخسار? سبحان الله. يقول ما قلت لمحدد قبل اعد عليك. القسم الاول مقدمة خمسة الابواب. عندنا مقدمة وخافية. هذه اسمين. تمام? مقدمة. ثم تفسير التوحيد. الادلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. سبب كبر بني آجة. دحت حجة او ضد على من يقول ان الشيك لاقع في الامة والجزيرة. الاعمال الشيطانية. اعمال القلوب. الاسماء والشفاة المناهي اللي وضع العبادة الشيكية وبعد الشيكيات. والخارب. هذه اقسام عشرة للكتاب. الكتاب. هذا الكتاب فيه سبع وستين باب. اذا حسبنا الباب الاول. لان الباب الاول قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى. وما خلقت الجن والنسل. الباب الاول حالة. نريد نسمى الباب الاول باب رجوب التوحيد. هكذا. طيب. صارت كم باب? سبع وشتين باب. وكم مشهم? عشرة. عشرة ساعة.